سلام عليكم ورحمة الله كنتمنى أنكم تكونوا بأحسن أحوال وصحة جيدة يوم شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة لغضا نشارك معكم بني اللي كي يجي السهل وطريقة تحضير دياله بسيطة جدا يمكن لكم تحضره دابة دابة صيات واقتصادي ومكونات دياله في المتناول وأكيد أكيد ما غدش يتعبكم لأنها بدون عجن أو دلك بطريقة مبسطة إن شاء الله بالملعقة فقط هدا نضع على بركتي الله بالطريقة مباشرة عندي جميع المكونات يعني محتوطين حدايا تستعمل جوج ديالكوز ديال الحليب دافئ فيهم حساب 220 ميلي وعندي ملعقة كبيرة من السكر وملعقة من الخميرة وضعتهم ثلاثة المكونات جميع وغدا نخلطهم بالطراب اليادوي غدا نضيف الدقيق بالنسبة لقياس ديال الدقيق استعملت 550 جرام ديال الدقيق المتعدد الاستعمالات يعني ماشي بالضروري يكون ديال الحلويات وعندي بالنسبة للبيض استعملت بيضة كاملة والبيضة الخرى اخذت منها غير أصفر البيض وأبيض البيض حيته يعني ما غداش نستعمله يعني ديروا بيضة كاملة زائد أصفر بيضة فقط وغدا نطرب الطراب اليادوي يعني جميع المكونات وغدا نكمل الخليط بالملعة كيف ما غدا نشوفه معايا بالنسبة للمكونات غدا نخليهم في صندوق الوصف ضفت الملح وغدا نضيف الفانيليا السائلة او لديه الفانيليا اللي فصاشي يعني حبيبات ماشي مشكلة اللي متوفر وغدا نقام استمرها هكا بالتطريب يعني آخر حاجة غدا نضيفها هي الزبدة مع الدقيق بالنسبة لكمية الحليب البنات باش ما تغلطوش راني استعملت المجموع يعني ماشي في الكأس يعني المجموع ميتين وعشرين ميلي ديال الحليب الدافئ لما عندكمش الحليب أكيد عوضوه بالماء ماشي مشكل كيبقى الحليب فقط اختياري صفي غدا نضيف الدقيق بالتدريج وانتو ما كتشوفوا عينكم ميزانكم بالنسبة لخليط ما خصوش يكون يعني تقيل وما خصوش يبقى يتلصق بزف كيف ما غادين تشوفوا معايا شوية وصفي كيف ما غادين تلاحظوا ضفت الزبدة عندي خمسين جرام ديال الزبدة اللي تكون بحرارة الغرفة ضروري الزبدة انكم تخرجوها قبل وتخليوها حتدو بشي شوية اولا تدروها في شي زلافة هاكا تدروها في حشكل دي حمام مريم وغير شوية الدوب لكم باش هاكا يسهل عليكم الاستعمال ديالها وكيف ما لحتو استعملت الملعقة يعني غير كنخلطها هاكا بيدتي عشوائيا هاكا ماشي ما كتحتاجوش انكم تدلكو نهائيا كيف ما كتشوفوا طريقة العجن رحا ساهلة يعني فقط بالملعقة وانتو ما كتجمعوا في الجوانب العجن اخصها تبقى طريقة كيف ما كتشوفوا اقبيلك لكم خاص ضروري ان تكون تلتسق في اليدين شوية مشي بزاف يعني كيف ما غادين تشوفوا معايا ضفت ملعقة من الزيت باش هاكا العجنة ديالكم ما تلسقش ليكم صافي حال هاد شكل هادا ما تكونش متلقة بزاعة في القياس كيف ما عارفتوني اكيد لاش هدرت شوية وصافي مهم تكون طريقة مزيان وصافي العجنة رحي خمرات كيف ماشيتو خذت تقريبا 30 دقيقة لك الجود دافي طبعا وعلى حسب نوعية الخميرة اللي عندكم كيف دايرة كيف ماشيتو معايا العجن كي يجي رائع رحك تشوفهم الفقاعات اللي كيكم تكونوا فيه باش يجيكم العجنة ديالكم زوينة لبنات السر ديالها هو هو انكم تخليوها ترتاح يعني تخمر مزيان هذا هو الاساس يعني في المرحلة الاولى ضروري انكم تخلو لها الراحة الكافية او لا تغطيوها مزيان اذا كان مثلا جو عندكم بارد او لهذا باش هكا تاخد الوقت الكافي ديالها في الاختمار باش تجيكم زوينة وهنا غدا نعبر الكورات ديال العجين اللي غدا نستعمل بالنسبة لهاد البنية هادا ما غنستعملش فيه قطعة نهائيا يعني غير بيديها كبد لك او لا يمكن لكم تسرحو كذلك غير بيدكم يعني كيف مما كتلاحظو معايا كنشوف القياس اللي غدا نستعمل في الكورة انا كنستعمل تقريبا 134 جرام حتى 140 مهم على الحساب انتوما والحجم اللي بغيتوين ممكن لكم تديروهم كبعار والاولى صغير ورين لحسب القياس اللي كتبغيو انا جوني الحجم ديالهم كبير شي شوية ولكن كيجيوا رائعين في المنظر ديالهم واحتى في شكل ديالهم او لف الشدة ديالهم كيجيوا زوينين بالنسبة للعجين لاحظو ما يعني مني كنسرح فيه كيخرجو كيظهروا دوك الفقاعات هذا دليل على ان العجين ديالكم راح ناجح وغادي جيكم زوين كتسرحوه بديلك او لا يمكن لكم تديرو غير يدكم وحاولوا انكم تبسطو غد لك يسهر عليكم يعني الطريقة باش هكا ما تطلبش بالزاب ديال الوقت وانتوما الحشوات تديرو اللي بغيتو انا درت ملعقة تقريبا صغيرة ديالكم في جير ديال مشماش او لا تديرو ديال فريس او لا تديرو الشوكولة على حساب تكشي اللي كتبغيو غادها مقاهك كمسة مرة الاستعانة طبعا بالدقيق الابيض كترشو شوية مش يساعدكم لان كيف مشتو العجينة رهي طرية غير ما خصكمش تخليوها نطلقها بزاف يعني طرية فوق القياس شوية وصافي مهم تكون ما تكونش قاسحة نهائيا كيف ما لحتو معي يعني في الصورة اكيد راهها واضح بالليل عجينة طرية ولكن خصة شوية تبقى متماسكا غيشي شوي اكيد راهكم فهمتوني هذه الملاحظة اللي بغيت نوصلها لكم باش يجيكم هاد ليبيني ديالكم زوينين وجيكم خفافين وما خصاش تكون في حال عجينة ديال الخبز نهائيا رحضوا معي هنا كيف جات من بعد مقادتهم كتوجدهم هكا في اللاطة وكتفرشوا لهم ورقة الزبدة ماشي بالضرورة ورقة الزبدة لما متوفرش يعني اتاخدوا غير شي شي هكا شي بشاتلية البنات سمحولية يعني شي سربيتة كترشلها شوية ديال البحين من الفوق وكتقادوا في هالعجين ديالكم يعني ماشي بالضرورة يديروا ورقة الزبدة لما متوفرش وإلا كان متوفر يكون أحسن سوف يكتقطعوا هكا تقطعوا شرائط باش يسهل لكم والعجينة ديالكم متعوش لكم وإلا دستوا كذلك فوق يعني شي سربيتة راها ما غادش يتخسر لكم ويرهزوهم هكا بالمهل هنا راها كيف ما كتشوفوا معي راهم خمروا اختاروا تقريبا واحد خليتهم أنا شي 15 دقيقة كافية لأن اختام رفل اللول مزيان يعني ما محتاجيش أن نخليهم كتر من ذاك القياس سفيك توضعوا في زيت اللي يكون ساخن في اللول ومني كيس خون زيت مزيان كتديروا على نار متوسطة باش تطيب لكم العجينة ديالكم مزيان يعني ما تديروش على نار مجهداء وتخليوه يعني في اللول كتتسخنوا الزيت مزيان ومن بعد كتنقصوا النار يعني كتديروها متوسطة ما تكونش ناقصة بزاف وما تكونش كذلك مجهدة بزاف مهم متوسطة سفيك كتوقعوا تقلبوا تتشوفوا هكا الجناب كيتحمروا لاحظوا معي اللوين كيف غادي تشوفوا معي يعني شوية غالي نشوفوا اللوين ديالهم كي يجي رائع وكيتنفخوا هذا دليل لانه لبني ديالكم راه غادي نجيوكم زوينين والطريقة ديالهم سهلة بدون قطاعة او لا ويمكن لكم تعمرهم كذلك بالكريم باتيسير او لا مثلا اي كريمة بغيتوا تديروها انتوما يمكن لكم تديروها واولا تاكلهم غير هكا كينا محتاجوا تديرو تشي حاجة او لا مثلا ترشو عليم شوية ديال اه مثلا تديرو لهم العسل مع اللوز ايفيلي او لا اللي بغيتو راح كي يجيو رائعين البنات وراح من اللون ديالهم والمنظر ديالهم اكيد راح محتاجاش نشكرهم لكم كي يجيو خفاف بزر يعني هادو كي عوضوكم مثلا البنات اللي ما كي يتقادش يملي بني هكا دائريين وما كي يجيوهم شوينين ديرو هالطريقة هادي بدون قطاعة او لا بدون ما تلقوا تفكروا بزر جربهم بهالطريقة اكيد غادي نعجبكم وهذا مقا هكا مستمرة كنفرش ورق يعني الورق ديال المطبخ باش هكا هادو وخاه ورهم ما كيشربش الزيت هاد البيني هذا ما كيشربش الزيت نهائي يعني الكيمية اللي طيبت فيها تقريبا بقعت غير هي هي يعني ما ما شربش ليا الزيت بزر مهم كتفرشوا رمتموا الورق ديال المطبخ وكتحطهم باش هكا يتقطروا من ذاك الزيت وبقا يتمستمرة بنفس الطريقة كيما كلكم الحشوات رح يمكن لكم تديروا اللي بغيتوا وكيجي هذا هو الشكل ديال اللي بيني ديال الناجة ورائعين جاوز وينينا البنات اكيد رح كيف مش شوف طريقة تحضير ديالهم أو الطياب ديالهم ما محتاجش أنا نشكرهم لكم كيجيوا خفاف بالسرف وكيجيوا رائعين والحشوات رح كيف مكلكم ونعود نقولها عليكم مرة اخرى رح يمكن لكم تديروا اي حشوة بغيتوا بالنسبة للبنات اللي ولداتهم مثلا اللي ولداتهم كيبغوا شوكلاة أو لا مثلا كيبغوا كونفيتور ديال الفراز أو لا ما كيبغوا حتى شي حاجة قعمة ديروا لهم معلو يعني ديروا فيهم فرماج أو اللي اللي بغيتوا من بعد اكيد رح كيبقى لكم الاختيار مهم فقط بريدكم الطريقة تحضير ديالهم اللي بسيطة و سهلة ومعتمدة عندي صراحة الشحال هذه كيبغوا نقدمها لكم وكل مرة نديرهم في الدار وكنساءنا نصورهم وهد المرة صورتهم بارتاريتهم مع البنات باش اكيد تكون افادة وهناك نوريكم كيفاش ديرين جاو خفاف يعني خفاف بالسافة محتاجة شكرهم لكم رأيكم كتشوفوا فيهم لاحظوا معي العجين من الداخل كيف دير ومع المربة اكيد رأي جول الداد انا كيجبني هاد المربة دي المشماش لهذا استعملت احتى بلادي يعني ما كيش مشكي حتى هوا ما كيبغيوه غير بالنسبة لوليدات اكيد رأي كل واحد شنو كيبغي يمكن لكم تنوعوا لهم في الحشوات وديروا واحد الكويس ديال اتاي اكيد غادي يعجبكم وانا الغزالات غضا ينقول لكم شكرا لكم على المشاهدة ومتنسونيش باللايك ديالكم وتشجيع للقناة وتشتركوا الى كنتو ما زال ما شتركتوش وتفعلوا الجرس باش دائما نصلكم جديد القناة وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وواصفة اخرى السلام عليكم